موسيقى إنها لمفارقة غريبة أن تصدر منظمات حقوق الإنسان المرتبطة بدوائر معروفة تقارير مغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية المستقرة والتي شهدت طفرة نوعية في تأمين الحقوق والحريات العامة كالدول الخليجية ومصر بينما تتجاهل هذه المنظمات أو تقلل من قيمة الاعتداءات البليغة على حقوق الإنسان في دول تأن تحت ضغط القهر والكبد وفي العراق قصة مبكية أخرى إذ تتعرض حقوق الإنسان في العراق إلى انتهاكات خطيرة من قبل الميليشيات التي تركب على ظهر الدولة العراقية فهناك أكثر من عشرة آلاف مغيب لا أحد يعرف مصيرهم حتى الآن وتحرم عوائلهم من حق دفن رفاة أبنائهم أو حتى جبر خواطرهم وتجري عملية اختطاف ممنهج وترويع وقتل للشباب من قادة التواهرات السلمية لثورة التشرين ولا يعرف أحد لليوم هوية قاتليهم وفي جرف الصخر وهي مدينة عراقية على أطراف بغداد فإنما أتى ألف عراقيين ممنوع بأمر الميليشيات من العودة لبيته ومزرعته ومثلها عشرات المدن الأخرى في العراق في مسعى اللئيم للتغيير الديمغرافي ويتم قصف السكان المدنيين بصواريخ الكاتيوشة المصنوعة في إيران إذ على العراقيين أن يدفعوا ثمن هذه العلاقة الملتبسة بين أمريكا وإيران بانتظار نتائج مفاوضاتهم بعدما اختارت طهران العراق ساحة لتصفية خلافاتها الخارجية على يد ميليشياتها الإجرامية وهنا أطالب وأخواني في البرلمان العربي بالتوصية بدراسة وضع هذه الميليشيات الإجرامية على لائحة الإرهاب وأن تعامل كما يعامل تنظيم داعش الإرهابي وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة